ثلاث محافظات عراقية من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة في العالم فوفق مراكز رصد الأمريكية فإن درجة الحرارة في مدينة الناصرية جنوبي البلاد تجاوزت 49 درجة مئوية عند السابعة صباحا بينما تتخطى حاجز 50 درجة مع انتصاف النهار منظومة الحرارة المتمثلة من منخفض الحرارة الموسمي الهندي والمعروف عالميا بالموسم هذا المنخفض يتعمق في بعض الأحيان على العراق ودول الجوار ويسبب ارتفاع في درجات الحرارة توقعاتنا المقبلة أنه يوم الجمعة المقبل 25 أب بإذن الله سوف يبدأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة درجة الحرارة من توقع العظمى في بغداد يوم الجمعة المقبل بإذن الله ستكون 45 درجة مئوية وأعتقد هذه الموجة الأخيرة هي الأخيرة في الشارع تبدو الحياة عادية حيث يمارس الباع الجائلون والعاملون أعمالهم اليومية ويشير اتحاد العمال في العراق لأن قطاع العمل المنظم الذي يشمل الوزارات واتحادات العمال ومراكز الصحة هو الأقل تضررا من القطاع الآخر غير المنظم الذي يشمل أصحاب المهن الحرة والأجر اليومي اليوم أغلب المواطن العراقي هو مجبور يطلع العمله مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة مهما كانت نقص سيء مهما كانت موجودة أزمة ازدحامات إلى آخره لأنه اليوم أغلب العراقي مصدر عيشة مصدر يومي يعني اليوم رزق يومي إذا ما يطلع كثير من الطبق المتوسط اليوم سايقة تاكسي وصاحب المحال وغيره وغيره إذا ما يطلع العمله ما راح يلقى رزق بيته وخبزة بيته بهذا اليوم باللغة الدرجة نعكاس الدرجة الحرارة التي هي ما يقارب الخمسين أو أكثر يعني الممارسة للعمل فشي فضيع خاصة إذا كانت تركب عجلة ما بها تبريد أو تذهب إلى محل تبريد بسيط ما تقرأ تتعامل وياه أو تقف في مكان ما بيظل ورغم الوعود الحكومية بتحسين المرافق والخدمات لا يزال الموهضة يعاني من انقطاع متكرر للمياه وتحمله أعباء إضافية لتغطية انقطاع التيار الكهربائي قلة هطول الأمطار وتقلص المساحات الخضراء أسباب يراها مختصون بأنها السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة لا سيما في بلد مثل العراق الذي يعاني فيه المواطن من مشكلات وأزمات تؤرق معيشته سلمة القاص الحرة بغداد